يبدو أن المسادقة على قانون المالي الجديد ستحمل في طياتها مفاجآت كثيرة غير متوقعة سيما للأساتذة والمعلمين المطالبين برفع أجورهم كل مرة فالجديد أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قطعت الطريقة أمامهم مؤكدة أنهم لن يستفيدوا من أي زيادات في الأجور في الوقت الراهن باعتبار أن أجورهم تحسنت بكثير مقارنة بالسنوات الماضية غير أن الوزيرة ومن جهة أخرى نفت تجميد عملية التوظيف في القطاع مشيرة إلى أن الخروج إلى التقاعد وكذا ارتفاع عدد التلميذ الملتحقين بالمدارس إلى جانب ارتفاع عدد المؤسسات منجزة يلزم القطاع بفتح أبواب التوظيف سنويا كما ذكرت أن مصالحها قامت بدراسة حول اهتياجات القطاع إلى غاية سنة 2030 وفيما يخص مطالب النقبات عهدت بن غبريط بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها معها خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين مشيرة إلى أن اجتماعات أخرى سيتم تنظيمها مع الشركاء ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل سيتم خلالها استكمال الاستجابة لباقي انشغالات لتفادي حصول أي اضطرابات خلال الموسم الدراسي وخلال حديثها حاولت المسؤولة الأولى عن القطاع التقليل من شان ظاهرة الاكتظاظ التي ميزت الدخول المدرسي الحالي حيث أشارت إلى أن الظاهرة موجودة في العديد من دول العالم وأشارت بلغة الأرقام إلى أن عدد التلميذ المعنيين بالاكتظاظ في الأقسام يقدر ب593.598 تلميذ على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم أي ما يمثل نسبة 7.32% مشيرة إلى أن مصالحها لجأت لعدة إجراءات لامتصاصها على رأسها نظام الدوامين في الطور الابتدائي والأقسام المتنقلة إلى جانب الأقسام الدوارة للطورين المتوسط والثانوي أي استغلال أقسام المتوسطات للثانوي